السيساني إنما أتحدث عنه لأنه المرجع الأعلى وإلا فالبقية كحاله لا يختلفون عنه بشيء كلهم في الهوى سوى عمر موسى الذي كان أميناً لجامعة الدول العربية وزار العراق سنة 2005 وزار السيستاني هو يقول في كتابه الذي عنوانه الأول كتابية يتألف من جزئين هذا هو الجزء الثاني الذي يرتبط بسنوات الجامعة العربية لأنه كان وزيراً للخارجية المصرية وأعتقد أن أكثركم يعرف ذلك الجزء الأول من كتابه كان في مذكراته حينما كان وزيراً للخارجية المصرية والجزء الثاني وهو هذا الذي على الطاولة أمامه في مذكراته حينما كان أميناً عاماً للجامعة العربية لجامعة الدول العربية سنوات الجامعة العربية هذه الطبعة هي الطبعة الأولى 2020 ميلادي دار الشروق القاهرة مصر العربية صفحة 110 يتحدث عمر موسى من أنه في صباح اليوم التالي السبت 22 أكتوبر 2005 جاء الدور على زيارة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني في النجاف إلى أن يقول بعد أن تحدث عن ذهابه إلى النجاف وعن زيارته للسيستاني في منزله يقول عمر موسى وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق ولما خرج الجميع قال السيستاني يا سيادة الأمين العام يا أخي العزيز عمر موسى سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران قلت له أنا وجودي هنا لتأكيد الهوية العربية للعراق وهي مسألة مهمة لهوية العراق ولأمن العراق رد علي مكررا ذات العبارة يا أخي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران في الوقت ذاته كان ابن حلي جالسا في غرفة أخرى ابن حلي معاونا من معاوني عمر موسى في الوقت ذاته كان ابن حلي وهو سياسي جزائري جالسا في غرفة أخرى مع ابنه مع ابن السيستاني محمد السيستاني يشير إلى محمد رضا واتفق على التواصل من؟ محمد رضا السيستاني مع ابن حلي واتفق على التواصل ووسائله أما أنا فقد عدت ومعي تأييد السيستاني بتلك العبارة القوية لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران هذه الصورة أليست خيانة واضحة وبشكل صريح لو لم تكن خيانة لماذا أخرج العراقيين من الشيعة أيضا؟ لو كان هذا الموقف موقفا سديدا سليما لماذا أخرج العراقيين وأخرج الشيعة ووثق بعمر موسى وقال له ما قال له السيستاني رجل دين مرجع شيعي فكيف يتحدث بهذا المنطق الخائن؟ هذه خيانة من أبشع أنواع الخيانات إنها خيانة القائد لأتباعه إنها خيانة المرجع لأمته هذه خيانة من الرئيس للذين يظهرون الطاعة والخضوع والتقديس والاحترام له خيانة قبيحة بكل المقاييس إننا نتحدث عن مرجع دين شيعي أنا لا أتحدث عن سياسي هنا وهي خبرة عند السيستاني في السياسة أتحدث عن مرجع ديني شيعي يتحدث بهذا المنطق لو كان منطقه نظيفا لما استعمل هذا الأسلوب الوسخ في نقل هذا الموقف إلى أعداء الشيعة الدول العربية أعداء الشيعة متى كانت الدول العربية في صف الشيعة في أي يوم في أي ساعة وهو يعرف ذلك ولذا طلب الإنفراد بعمر موسى نحن نتحدث عن سنة 2005 في ذلك التاريخ كانت الدول العربية تبعث إلى شيحة العراق بالإرهابيين كي يقتلوا الشيعة في كل مكان قتلوا رجال الشيعة قتلوا نساء الشيعة قتلوا أطفال الشيعة هدموا بيوت الشيعة إلى أن وصل الحال أن فجروا مراقد أئمة الشيعة وهذا الخائن المرجع الخائن هكذا يتصرف نحن في البدايات في سنة 2005 الخيانة تسري في دمه الخيانة تسري في كل برنامجه الرجل خائن إنه خائن لأتباعه خائن للأمة التي تقلده في أمر دينها أي منطق هذا إن لم تكن قادرا أن تقف الموقف الصحيح كان الأجدر بك أن تبقى ساكتا ما أنت على طول الخاط أبكم لا تتكلم ولكن حين تتكلم تتكلم بالخيانة هذه خيانة بكل الحسابات إذا أردنا أن نحسبها من جهة أنه إيراني وهو إيراني وحينما قدمت له الحكومة العراقية الجنسية العراقية بعد 2003 رفضها رفض الجنسية العراقية إذا أردنا أن نحسبها بهذا الحساب فهي خيانة للإيرانيين ونصرة لأعدائهم العرب أعداء الإيرانيين هذه قضية واضحة لا نحتاج فيها إلى فصال وخصام طويل العرب وأعداء إيران وإيران تعادل عرب هذه قضية لا تحتاج إلى بحث طويل فإذا أردنا أن نحسبها بهذا الحساب فهو خائن لقومه وإذا أردنا أن نحسبها بحساب الشيعة فمتى كان للعربي من موقف في صالح الشيعة لم يكن للعربي في يوم من الأيام من موقف في صالح الشيعة فبأي منطق نحاكم هذه الخيانة فأنت رجل دين يا أيها السيستاني نحاكمك ببيعة الغدير فأنت خائن بموازين بيعة الغدير بيعة الغدير هكذا تقول عن علي صلوات الله عليه ونحن بايعنا الله ورسوله وأمير المؤمنين ونردد ما ردد رسول الله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فهذا الذي تقوله يا سيستاني أين يكون في ميزان بيعة الغدير اللهم والي من والاه فهل العرب يوالون عليا اللهم والي من والاه وعادي من عاداه فما بالك وأنت تريد أن تلقي بالعراق في أحضانهم في أحضان أعداء علي ألم يكن من الحكمة أن تبقى ساكتا وأن تشرفنا بسكوتك بحسب موازين بيعة الغدير فهذه خيانة عظمى فإن الرجل ذهب إليهم ساعيا بنفسه يطلب منهم أن يأخذ العراق في أحضانهم وأن يقطع العلاقة فيما بين العراق وإيران أنا لا شأن لي بإيران في برنامجها السياسي أنا أتحدث عن واقع شيعي في إيران عن شيعة في إيران لا شأن لي بالسياسة له في إيران وله في العراق أنا أتحدث عن البعد العقائدي فمثلما لا شأن لي بالأوضاع السياسية في العراق لا شأن لي بالأوضاع السياسية في إيران ولا في غير هذين البلدين لا شأن لي بالسياسة مطلقا إنما أتحدث بلسان العقيدة والسيستاني مرجع يفترض أن يكون مرجعا عقائديا فهو مرجع شيعي وبحسب ما يقول هو وما يعرف عنه من أنه لا يتدخل في الأمور السياسية وهو كاذب يتدخل في الأمور السياسية من أولها إلى آخرها في الشأن العراقي لا أريد أن أفتح هذا الموضوع وهو جزء من الخيانة السيستانية لكنني أقول إنني أحاكم هذا الموقف وفقا لمنطق العترة الطاهرة بحسب بيئة الغدير اللهم والي من والى عليا وعادي من عاداه اللهم انصر من نصر واخذل من خذله أين يقع هذا المنطق السيستاني الخائن الخائب السفيه الخبيث أين يقع بحسب مقياس بيعة الغدير إنها الخيانة والخيانة والخيانة وأين يقع هذا بحسب موقف سيد الأوصياء في الشورى العمرية حين عرضوا عليه الخلافة بشرط أن يوافق على العمل بسيرة الشيخين بسيرة أبي بكر وعمار والأمير رفض الخلافة مطلقا حتى لا يقول أحد من أن السيستانية هنا في موقف سياسي السيستاني مطالب أن يقف الموقف العقائدية أولا أما المواقف السياسية فلا بد أن تصاغ وفقا للعقيدة لا وفقا للسفاهة والسخافة والخيانة السيستانية المواقف السياسية لا بد أن تصاغ وفقا للعقيدة وهذا هو موقف أمير المؤمنين عرضوا عليه الخلافة بشرط أن يهافق على العمل بسيرة أبي بكر وعمار وكان بإمكانه أن يوافقهم لسانا مداراتا وبعد أن يستتب له الأمر يعلن رفضه لسيرة أبي بكر وعمر بإمكانه أن يقوم بهذا لكنه أراد أن يرسم لنا منهاجا برنامجا حتى نعمل عليه فهذا المنطق الخائن حينما أزنه بهذا الموقف العلوي لا أجد فيه إلا القذارة والنجاسة والوسخة والخيانة بأقبح معانيها إذا أردت أن أزن هذا الموقف بموقف الصديقة الكبرى التي رفضت أن يصلي عليها أحد من أمة العرب إلا القلائل الذين استثنوا من العرب وغيرهم رفضت أن يصلي عليها أحد من أمة العرب من تلك الأمة الخائنة فاطمة التي كانت غاضبة ولا زالت غاضبة على هذه الأمة الدليل ضياع قبرها إلى هذه اللحظة هذا دليل غضبها المستمر إلى هذه اللحظة وإلى زمان ظهور ولدها الحجة بن الحسن إذا أردت أن أزن خيانة السيستاني هذه بموقف فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها ونحن نخاطبها في زيارتها الشريفة من أننا نوالي من يواليك ونعادي من يعاديك ومن أننا نصل من وصلك ونقطع من قطعك فأين أضع هذا الموقف السيستاني القذر القبيح إنها الخيانة بكل المقاييس إذا أردت أن أزن هذا الموقف بموقف الحسني والحسين الذي تجلى في عاشراء فعاشراء حسنية حسينية المجتبى هو الذي مهد الطريقة لعاشراء عاشراء حسنية حسينية بكل المقاييس الذي مهد وخطط هو الحسن والذي نفذ هو الحسين فعاشراء حسنية حسينية إذا أردت أن أقيس هذا الموقف الخائب والخائن بالمقياس الحسيني إنها خيانة وخيانة وقذارة وتفاهة إلى أبعد الحدود القضية واضحة حتى إذا أردت أن أعرض عن كل هذه المقاييس وأن أقيس هذا الأمر بحسب الواقع هل الشيعة الذين يتزعمهم هذا الرجل في تلك اللحظة كانوا راضين عن هذا الموقف هل كانوا راضين عن هذا الموقف وهل أن السيستانية أعرف بمصالح الشيعة منهم السيستاني رجل حبيس في بيته ليس مطلعا على ما يجري في الواقع يعتمد على نقول الناقلين إليه من الأخبار وعادة هذه الأخبار لا تكون دقيقة إلى حد بعيد ومن هنا فإن القرارات التي يتخذها في الأعم الأغلب قرارات خائبة والدليل الواقع الشيعي في العراق ما كل الذي جرى في العراق منذ 2003 إلى الآن بحسب مشورة السيستاني إنها المشورة الخائبة المشورة الفاشلة لو لم يكن السيستاني فهشلا لظهر مع الباب مع باب الفاتيكان لظهر معه متكلما لعدة دقائق لكنه يعلم لو أن كلامه ينقل عبر وسائل الإعلام وأن الشيعة ستستمع إلى حديثه السخيف الفاشل فإن صورته المكذوبة في أذهان الشيعة ستتهاوى هذا هو السبب في أن السيستانية لا يخرج إلى الشيعة كي يتكلم معهم بحديث لعدة دقائق لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك فإن الوقت يجري سريعا لكن الصورة صارت واضحة هناك خيانة سيستانية بكل المقاييس نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر